لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا برحب بيكم أعزام شاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة شيخ الأسهل الدكتور أحمد الطيب ينكر أن الله كلم موسى تكليم شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأسهل الدكتور أحمد الطيب هو بيشرح معنى إيه القرآن مخلوق ومش مخلوق وقال إن القرآن مش مخلوق لأنه كلام نفسي ومعاني محتاجة حد يعبر عنها بالتالي يبقى جبريل أو محمد هيعبروا بكلامهم المخلوق ولما حبينا نفهم جايب الكلام ده من فين قال الحس وكان سؤالنا هل العقيدة ناخدها من الأحاسيس ما فيش أي دليل لا من القرآن ولا السنة والنهاردة هنشوف جواب شيخ الأسهل الدكتور أحمد الطيب على السؤال اللي سألوا لنفسه الحس يحكم بأنها مخلوقة بمعنى إيه؟ خلينا نشوف مع بعض البديو اللي جايب بمعنى أن يلحقها العدم فأنا طبعا والكلام ده ربما قلناها قبل ذلك أنا لا أستطيع أن أنطق بأي كلمة كلمة مثلا لابد أن ينقضي ينعدم لفظ الكاف حتى تأتي كلمة اللام ثم لابد أن ينعدم لفظ تلفظ باللام حتى تتكلم وهكذا يوجد الشيء وينعدم ده هو معنى الحدوث ده معنى الخلق وهنا الدكتور أحمد طيب بيقول ومعنى أنها أو أنه يلحقه العدم فأنا طبعا والكلام ده ربما قلناها قبل ذلك ده كلام شهر أصهر أنا لا أستطيع أن أنطق بأي كلمة وخد مثلا يعني كلمة مثلا لابد أن ينقضي وينعدم لفظ الكاف حتى تأتي كلمة اللام ثم لابد أن ينعدم التلفظ باللام وهكذا كون يوجد الشيء وينعدم ده هو معنى الحدوث ده معنى الخلق طبعا معنى كلام الشيخ الأصهر مخلوقة بمعنى يلحقها العدم وهي دي الصفات الفعالية اللي بينكرها الأشعارة بالمطلق فالأشعارة بينفرون حقيقة أي صفة فعالية ويأولونها زي مثلا كلام الله ورحمة الله وغضب الله والكلام ده إحنا تكلمنا عنه كتير في الحلقات اللي فاتت والصفة الفعالية لها بداية ونهاية فمثلا كلام الله كصفة فعالية عبارة عن كلمات كل كلمة لها بداية ونهاية وطالما عليها بداية ونهاية إذن كلمات الله مخلوقة عشان كده شيخ الأصهر تكلم عن النقطة دي وشرحها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي أنا لا أستطيع أن أنطق بأي كلمة كلمة مثلا لابد أن ينقضي ينعدم لفظ الكاف حتى تأتي كلمة اللام ثم لابد أن ينعدم التلفز باللام حتى تكلم وهكذا كونه يوجد الشيء وينعدم ده هو معنى الحدوث ده معنى الخلق وهنا شيخ الأصهر قال أنا لا أستطيع أن أنطق بأي كلمة وعطنا مثل كلمة كلمة مثلا أول حرف كاف والتاني لام والتالت ميم قال لابد أن ينقضي وينعدم لفظ الكاف حتى تأتي كلمة اللام ثم لابد أن ينعدم التلفز باللام وهكذا كون الشيء وينعدم ده هو معنى الحدوث ده معنى الخلق وتالما شيخ الأصهر لا يؤمن أن الله يتكلم هو بيشرح الكلام اللي عبر به جبريل أو محمد عن الكلام النفسي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي أما الألفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رأي وهنا زي ما شفنا الشيخ الأصهر بيقول أما الألفاظ أو الحروف التي جاءت تعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رأي وطبعا اللي يقول ان الله لا يتكلم المعتزل والجهمية والكلام ده احنا قلناه في حلقة كانت رقم 35 وكانت بعنوان الاله الاخرص ومن الحلقة دي نشوف المرجع مجموعة فتاة وابن تايمية تفسير كتاب القرآن كلام الله حقيقة فصل القرآن العظيم كلام الله العزيز ليس شيء منه كلاما لغيره وجهم يقول ان الله تعالى لا يتكلم او يقول انه يتكلم بطريق المجاز وهنا طبعا كلام جهم حكم عليه ولاية الحنبلة بانه إلحاد لانه ينفي الصفات وكل الكلام اللي نقلناه عن شيخ الأسهر انه بينفي ان الله متكلم ونفس كلام الإلحاد اللي نقله او اللي قاله جهم وكلام ده قلناه في حلقة رقم 38 وكانت بعنوان ابن حجر والله لا يرحم ولا يغضب ونشوف المرجع بيقول نفس الكلام ده في كتاب شرح كتاب التوحيد بيقول سم الجهمية وفرخهم متفاوتون في هذا الإلحاد الآن يقتسم الجهمية معتزلة أشعارة كلابية ما تريدين كلهم يشتركون في نقطة واحدة وهي اتجههم كلهم جهمية الأصل المعتزلة جهمية والأشعارة جهمية والكلابية جهمية وإنما يختلفون في بعض الفروع الأصل متفق عليه ونفي الصفات فما أثبته الباري جل وعلا أو أثبته له رسوله جميع الفرق هذه لا تجعله أصلا ولا تلتفت إليه ولا حجة لكتاب ولا سنة ولا القول السحابي يثبت أهل السنة الصفات الفعلية لله وينكر ذلك الجهمية والأشعارة والكلابية معتمدين على أصل فاسد وإحنا بنلاحظ الحتة دي من نفس المرجع في كتاب شرح كتاب التوحيد بيقول كده أن الأصل المعتزل جهمية والأشعارة جهمية والكلابية جهمية وإنما يختلفون في بعض الفروع الأصل متفق عليه وهنا في الصفات الشيخ الأصهر أكد المعنى ده في الفيديو اللي جاي خالي نشوف مع بعض أما الألفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رائب وهنا بيقول أما الألفاظ أو الحروف التي جاءت تعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رائب وقلنا ان الكلام النفسي ان الله لا يتكلم عشان كده شيخ الأصهر نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول لنا ايه اما الالفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي وهنا شيخ الأصهر بيقول اما الالفاظ او الحروف التي جاءت تعبر عن الكلام النفسي الالفاظ والحروف هي الكلام وهي بتعبر عن المتكلم ده المعروف في كل لغات العالم مفيش اي حد في العالم يقول ان الالفاظ والحروف لا تعبر عن الكلام ده لو فيه او لو الواحد بتكلم اصلا فاملك لو كان قصد شيخ الاصهر ان الكلام ده نفسي يعني ما فيش كلام اصلا وإلا ايه معنى ان الله كلم موسى وكلم ابراهيم وكلم الانبياء وكلم جبريل في القرآن ايه معنى ان الله في القرآن بيصف نفسه انه متكلم خلينا نشوف شيخ الاصهر وهو بيرد عن نقطة دي في الفيديو اللي جاي انما المعاني لم تكن يرفض الاشعر انها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يبقى ربنا لما يصف انه متكلم وانه كذا الآية دي لا تستطيع ان تفسرها وهنا شيخ الاصهر بيقول انما المعاني القديمة يرفض الاشعر انها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يبقى ربنا لما وصف انه متكلم وانه كذا الآية دي لا تستطيع ان تفسرها شيخ الاصهر بيقول ان اي آية تصف الله انه متكلم وانقدرش نفسرها ملهاش تفسير إذا قلنا إن معنى الآية التي تصف الله إنه متكلم وإن الله يتكلم بكلام حقيقي ولكن الآيات دي ملهاش غير معنى واحد إيه هو يا شيخ الأصهر رد شيخ الأصهر وقال معنىها الوحيد اللي تتفسر به إن الله لا يتكلم وده بيسوي إيه؟ بيسوي الكلام النفسي بيسوي المعاني القديمة يعني لما تقرأ يا مسلم في القرآن وكلم الله موسى تكليما شيخ الأصهر يقول لك إيه؟ تفسرها إزاي؟ إن الله لم يكلم موسى ولا تكليما وكلام شيخ الأصهر عن كلام الله هو نفس كلام أعداء الإسلام والنقطة دي إحنا قلناها في حلقة رقم 34 وكاد بعنوان الله يتكلم ولا يتكلم وخلينا نشوف المرجع الفتاة الكبرى ابن تيمية بيقول ورور مروزي عن أحمد حديث بن مسود قال المروزي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال إن من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهم عدو الله وهنا طبعا يا مسلم هل يعقل يا مسلمين إنكم تتبعوا واحد زي شيخ الأصهر أحمد الطيب اللي بيحرف في القرآن يقول إن أي آية الله فيها يتكلم نقول الله نقول لا الله ما بيتكلمش الله مش بيتكلم وانا موش هنفسرها كمان شيخ الأصهر ومشيخ الأصهر اللي فاهمين العقيدة الأشعارية هم يعتبروا أعداء الله وهم أعداء الإسلام حسب كلام شيخ الأسهر من تايمية واللي بيلغي صفات الله هو متهم بالإلحاد عند أهل السنة دلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيشرح يعني إيه كلام الله مخلوق وقال مثل إن مع نهاية الكلمة بتبدأ كلمة جديدة هو ده معنى الحدوث ده معنى الخلق مخلوق بمعنى يلحقها العدم كلام الله كسفة فعالية عبارة عن كلمات كل كلمة لها بداية وانهاية وطالما إيها بداية وانهاية إذن كلمات الله مخلوقة وبعدها شفنا اللي بيقول إن الله مش بيتكلم هم مين هم المعتزلة والجهمية وكلام جهم حكم عليه الحنبلة إنه إلحاد لإنه بينفي الصفات وشفنا إن المعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية والكلابية جهمية ليه؟ لإنهم بينفي الصفات وشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب أكد المعنى ده بنفسه قال كده أما الألفاظ أو الحروف التي جاءت تعبر عن كلام النفسي وقال إن أي آية تصف الله إنه متكلم ما نقدرش نفسرها مالهاش تفسير طبعا لإن في عقيدة شيخ الأسهر إن الله يتكلم كلام نفسي وشفت ابن تيمية قال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهم عدو الله وعدو الإسلام وتابعوني الحلقة الجاية وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر